شاركوا في نفس الوقت وينفسوا في الدوري وينفسوا في الدوري ده حقيقي بدون مجاملة وبدون ياسر قرأت سنتر باك لما تشيله تحط بدر بنون انت مش تحس الفرق كبير نفس الكلام لابت سنتر باك لما تشيل ايمان وتحط عبد المنع مش تحس الفرق كبير لما تضيف ميتولي مع المجموعة دي يعني بعد ما ربنا يكرمه ويستكر ياخد دقيق لعب لأ مفيش فرق خالص نفس الكلام انت لما غاب عنك اكرم توفيق الاصابة طويلة ويرجع بالسلامة انت عندك محمد هاني بيقدق كويس لما غاب محمد هاني الاصابة كان عندك كريم فؤاد وكان بيقدق كويس فهي الفكرة ان انت مش بس قدمت الكام انت قدمت كام ومرتبط بكيف فده بين النسبالي كان نقطة مهمة جدا في بداية الموسم ودي حتى تناقشنا فيها اول من الموسم بدأ انه انا وفرت لك خمسة محترفين الخمسة يقدروا يشاركوا اساسيين وفرت لك لعيبة احتياطية فانا شايف النهاية دي كانت الماستر سين بتاع الموسم ان انت قدرت تخلق مجموعة بالعمق ده عشان توفر لك ان انت لما تيجي تلعب مبارات وفاكس طيف بياسر وايمن اللي كانوا غالباً هيبقوا احتياطي لعبد المنعي مبادر فلا انا وفرت لك مجموعة تقدر في كل الظروف انها تشارك خط الدفاع تعناد الاهلي في حالة ان كل لعيبة موجودة وكل لعيبة بأحسن مستوياتها البدنية والفنية كان ممكن يكون اقرب بدر عبد المنعي معلول انا شلت من الثلاثة دول ثلاثة حاطيت ثلاثة غيرهم وعملت جيم كويس وكسبت اربعة سفر في نص الملعب انا في مبارات مثلا برامتس كسبت اربعة سفر وانا بعمل روتيشن مدخل لعمر السلايا في روتيشن عمر السلايا ما بلعبش معايا ومباراته فاكس طيف بسجل اربع عداف وبعمل جيم كويس دفاعياً وهجومياً ففي الاخر انا بشوف انه ده كان الماستر سين بتاع الموسم انت قدرت تخلق سكواد قوي عشان تلعب بالطريقة دي عشان كده اه بيكون في اعذار كتير لها علاقة ب عدد المباريات لها علاقة بدغط الماتشوت لها علاقة بعدد ايام الراحة القليلة وكل ده ولكن في الاخر انا صناعة سكواد يسمح بده صحيح وخصوصاً كمان انه يعني الفضل لنا في الموسم رغم انه طويل يعني وانا كنت معترض على ده لكن امر واقع ولازم يعني نتعامل معه هيبقى اصعب من اللي فات يعني دايماً الدوري حتى على مستوى الدوري بما انه المسابقة الاطول اكتر عدد ماتشوت بتتلعب في الموسم في بداياته ما بيبقى ازاي نهايته او اللاجه الاولى منه وتبقى ازاي اللاجه التانية منه لانه الموقف بقى بيتعقد المنافسة بتكتر في المقدمة المنافسة حتى على مستوى الهبوط اشتركوا في القناة